اعتبر اول مرة اتكلم على موضوع زي ده بس انا حبيت اتكلم على مشروع نيمبس اللي هو انتشر يعتبر خلال الشهور اللي فات دي او خاصة من بعد اكتوبر 2023 بدأ الناس تتكلم على المشروع ده وبدأ ايش تشاهر وبدأ الناس تعرف عنه اكتر هو بكل وساطة مشروع زي تعاون ما بين شركة امازون وشركة جوجل اللي اتنين اشتركوا في المشروع ده ويساعدوا الكيان الزفت من خلال المشروع ده ايه قصة المشروع ده وايه بالضبط التفاصيل التقنية اللي موجودة فيه وبيعملوا ايه بالضبط في مشروع نيمبس ده هتكلم عن الكلام ده كله الفيديو ده نيجي ندور على المشروع بتاع نيمبس ده في جوجل اول حاجة تلاقي بتظهر لنا هي الصور بتاعة المظاهرات الشباب اللي هما جزء منهم كان اصلا ناس تشتغل في جوجل او يعني اتمنى كون لسه مثلا ما تفصلوش من الشغل اه حاجات زي مثلا مش عايزين نعمل تكنولوجيا للكيان الزفت احنا مش عايزين نشتغل ليه الابادة الجماعية هتلاقي في بعض الصور بتوجه لفكرة ان ده يعتبر مشروع تجسوسي بيساعد الكيان الزفت ان هو تجسس على اخواتنا في فلسطين زيادة على كده هتلاقي في ناس كتير بقى بتتكلم زي مظاهرات ناس تانية رفعة شعارات بتقول البروجيكت ده وبروجيكت نيمبس ده وقفوه لان هو بيساعد اسرائيل بشكل او باخر ان هما يحددوا مواقع الناس يستغلوا الناس ولكن الصورة اللي يمكن تكون بتقرب اكتر لزي البروجيكت ده او المشروع ده فعلا بيتطبق هو صورة العلامة اللي قدامكم دي العلامة دي بتاعت خدمة جوجل كلاود او الخدمات السحابية بتاعت شركة جوجل فيه كام حاجة مهمين جدا بتخص المشروع ده اول حاجة هي المبلغ اللي اتدفع للشركتين جوجل وامازون عشان ان هما يشتغلوا على مشروع زيادة هذا كونتراكت او عقد كبير جدا ضخم يعني واحد واثنين من عشرة مليار دولار العقد ده لشركة امازون شركة جوجل عشان يشتغلوا فيه مشروع نمس الرئيس بتاع شركة جوجل او الرئيس التنفيذي بتاع شركة جوجل قالك اي حد هيعترض على حاجة شبه كده هيخلي طبعا هما بيطلعوا بشعارات كده وبيقولك احنا مش عايزين ندخل السياسة في الشغل بتاعنا احنا بعيد عن السياسة والكلام ده ولكن الموضوع مش بالبساطة دي ومش بالسهولة دي ومش هو مش شعار احنا مش بندخل السياسة بالعكس يعني الموضوع فيه يعني مجرد انسان اللي هو انا بشتغل على مشروع المشروع ده الكهان الفلاني بيستخدمه عشان يبيد الناس فانت وانت بتشتغل كده ايه هي الحاجة اللي بتخليك تعرف تشتغل او تكمل يعني انت ايه تدافع الفلوس الفلوس مفيش غيرها هي اكيد الفلوس عندك مفيش اي انسانية وهتخلي يعني هتخلي نفسك اه انا مشغل على حاجة معينة ومش هممني يكون فيه تأثير على الحاجة اللي انا شغل فيها دي وده طبعا اللي مخلي الناس او المهندسين اللي شغلين في جوجل على المشروع ده يعني انا مش فتكلم على الناس اللي شغلين في جوجل او امازون وبيعملوا اي حاجة تانية يمكن مثلا حاجة صغيرة في المواقع بتادي جوجل او الخدمات بتادي جوجل او الخدمات بتادي امازون ملاش اعلاقه بالمشروع ده لا ده الناس اللي شغلين في المشروع نفسه وعارفين انهم مشغلين في المشروع نفسه معترضين او جزء صغير منهم طبعا معترضين على الموضا ده والجزء الاكبر اللي ظهر اعتراضه مثلا عن طريق ان هم شاركوا في المظاهرات امتنعوا عن الشغل عملوا اي نوع من انواع البروتست او الاعتراض اتفصلوا من الشغل او فقدوا وظيفتهم ده الرياكشن بتاع جوجل او ده الشركة مش بقي عليك لو انت طلعت كده وقلت انا مش عاجبني ان انا مش شغال في مشروع بيقتل الناس الشركة تقولك هنجيب غيرك يعني انت ريبليسبول هنجيب غيرك يعني مفيش حاجه هتخليهم يوقفوا عقد بالضخامة دي مع الكنان الزفن يعني بعض الحاجات المشروع اللي شغال عليها هي AI data analysis large scale data analysis ده محتاج يعني خدمات ساحبية ضخمة يعني انت عشان تخيل مثلا الفيديوهات او الكاميرات الموجودة في كل حتة في الاراضي الفلسطينية المحتلة الكاميرات دي بتجيب كمية data ضخمة جدا عشان تحلل الكمية data الضخمة دي عشان مثلا تشوف وش معين انت عاست تحدد مكانه من كمية data الضخمة جدا اللي بتدخل مش بقولك كل يوم لا ده كل عشر دقايق مثلا تخيل تسجيل full HD من يعني آلاف الكاميرات عشان بقى تطلع وش معين من ضمن آلاف الكاميرات دي فلازم يحصل large scale data analysis او يعني تحليل بيانات بشكل ضخم عشان تعرف مثلا تحدد موقع شخص والشخص ده طبعا التكنولوجيا نفسها موجودة ومنتشرة تكنولوجيا اللي هي التعرف على الوجه او الفيشل ريكيجنيشن عن طريق AI عن طريق الزكاة الاصناعي التكنولوجيا دي موجودة وموجودة بقالها فترة طويلة جدا ولكن عشان تقدر تحقق الهدف بتاع الكان الزفت انك تحدد موقع حد عن طريق مثلا كاميرا معينة عن طريق ال data بتاعتهم من الواتساب مثلا كان انتشر فترة من فترة قريبة ان الواتساب كان بيساعد كان الزفت ان هو يحدد علاقة الناس ببعضها من المعلومات انك فيه جروب واتساب مع مجموعة اشخاص تانية فبيربطك بالاشخاص التانية دي فالشركات بلا استثناء يعني انا مظنش ان فيه شركة من شركات التكنولوجيا الضخمة بلا استثناء مشاركة بشكل او باخر في الابادة الجماعية بغض النظر حاجة تانية ال AI training ال database hosting الكلام ده كله بيصب فكرة ان انت عندك يعني احنا فيه فيديو تكلمت عليه ازاي انت تتعلم الزكاة الاسناي او الخطة بتاع التعلم الزكاة الاسناي برضو تكلمت على كذا حاجة من الحاجات او امثلة من الامثلة بتاعت ايه هي الانواع المختلفة من الزكاة الاسناي ممكن تشوف الفيديو عشان ما تقولش عليكم الفيديو ده ولكن خلاصة انت البيانات اللي انت بتسجيلها يعني انت الزكاة الاسناي عمره ما هيتعلم حاجة لو البيانات مش كويسة البيانات دي معناها ايه معناها صور معناها فيديوهات معناها بيانات مثلا اتصالات اوديو فيديو معلومات عن الناس زي متيا داتا معلومات عن الناس سويا مثلا السوشيال ميديا بريزنز بتاعهم الناس دي مثلا بيعملوا كمية داتا اناليسز رهيبة وتقدر تقول ان هي من اكتر الكينات اللي بتستخدم التكنولوجيا في الحرب فدي نقطة مهمة جدا المشروع ده التزام على جوجل وامازون ان هما يحققوا كل تارجتس والاهداف وواحد من الاهداف بتاعهم ان هما لازم كل حاجة تكون داخل نطاق الكيان لان ما مش عايزين اي معلومات او اي بيانات او اي حاجة هما بيعملوها تخرج بره عشان ما يكونش عليهم اي زي يعني لو جاف يوم كده وقال لك احنا خلاص هنحاسبهم هنحاسبهم على البلاوي اللي هما عملوها لا يلا يلا يبني في الداتا سنتر ده خلي الداتا سنتر ده يبقى فح المشروع دي يا جماعة بدأ في 2019 يعني كان مختفي تماما ما كانش بحد يعرف عنه اي حاجة وبدأ ان هو يظهر للنور من 2020 لما يعني رئيس الوزراء او رئيس يعتبر منستري اوف ديفنس رئيس الدفاع بتاع الكان الزفت طلع فيه يعتبر زي لينك دين بوست او بوست على سوشيال ميديا وقال انا سعيد ان احنا عملنا الشراكة وحدثنا الخدمات بتاعتنا الخدمات ساحبية مع شركتين كذا وكذا الشركات على فكرة كان بتتنافس انها تكسب العقد ده العقد ده يعتبر من اقوى او مش من اقوى من اكبر العقود اللي الشركات تقدر انها تنفس عليها واحد واثنين من عشر مليار دولار قيمة العقد شركات زي مايكرسوفت ووراكل الشركات دي اتنفست على العقد ده واللي كسبت العقد ده شركة جويل شركة امازون فمن ساعتها بدأ يظهر زي تفاصيل اكتر عن الموضوع وعن المشروع ده ولما الناس بدأ تتكلم عنه بدأ يظهر معلومات اكتر بدأ كل حاجة بيعملوها في الدرة وفي الخافة لان مش عايزين طبعا يعني هي الشركة جوجل عارفة ان في حساسية في الموضوع ده للناس بتشتغل عندها فمش عايزة الكفاءات اللي عندها يختفوا لان لو الكفاءات اللي عندها يختفوا الشركة نفسها مش هتتحم يعني خسارة الناس او خسارة الكفاءات العامل البشري دي حاجة صعبة جدا على شركات زي الشركات الكبيرة هتقول لي يا الله هيجيبه غيرك وهيجيبه غيرك بس لما مثلا واحد بقاله عشرين سنة شغال في الشركة يسيب الشركة بسبب مثلا سبب انساني او حدث زي ده هيؤثر طبعا على كل المهندسين الصغيرين اللي تحته قال لك عم احنا الكبار بيمشوا لانه هم مش موافقين على حاجة شبه كده احنا عاديين بنعمل ايه فطبعا فيه بقى الناس اللي هي يعني مش فارق معاها اه هي انا بكلم خصوصا جماعة على الناس اللي شغالة على المشروع يعني ذاته يعني هم عارفين ان هم شغالين على مشروع نيمبس وشغالين على المشروع ده والشغل اللي هم بيصحوا من الصبح كل يوم يروحوا الشغل بيعملوا شغل بيموت ناس يعني هم عارفين ومدركين الموضوع ده انا اتكلم عن الناس دي ويعني ما بختصش الناس التانية اللي هي شغالة في حاجات مختلفة تماما حتى لو شغالين في نفس الشركة لان من الصعب انك تلاقي شركة غربية دلوقتي يعني تقدر تطلع منها او تقول الشركة دي ما بتساعدش الكيان الزفت صعب الكيان الزفت ده موجود في كل حتة بشكل غريب في الكيان الغرب لدرجة ان احنا لما بدأنا حرقات يعني بدأنا نفهم ونستوعب ان في برندات او اماكن لازم نقطعها لقينا نفسنا اي ده او مفيش اي حاجة موجودة في الشرق الاوسط نعرف نشتريها او فيه اي اللي حصل الكيان الزفت بيتم دعمه من كل الشركات دي طبعا كلام كتير يعني مش هاد اقوله هنا متعلق به اللوبي الاسرائيلي وايه الاشخاص اللي هما بيسخروا حياتهم وقتهم وجهدهم من هما يكونوا موضوع يعني يكونوا زي نوع من انواع المجتمع اللي بيزق اي حد عشان يساعد الكيان الزفت فارشح بصراحة تتفرجوا على فيديوهات المخبر الاقتصادي بيتكلم كتير جدا على الفكرة بتاع التأثير اللوبي بتاع الكيان الزفت على كل الدول يعني بنسسنا على كل الدول ببساطا عشان احس ان اطولت شوية في الفيديو ده انا بصراحة حسيت بتغيير حصل بسبب الاحداث اللي فاتت واللي لسه شغل حد الوقتي ربنا يكون فعونهم فكرة ان انا اكون معتمد على كيان معين سواء يعني بالخصوص ان هو كيان غربي او كيان انا عارف جوايا ان هو بيساعد الكيان الزفت او حتى لو مش بيساعد الكيان الزفت بيحاول ان هو بقدر الامكان ان هو يخلي العرب او يخلي الامة الاسلامية ضعيفة ده في حد ذاته حاجة انا مش عايز اعملها او افضل فيها يعني انا مقدرش اقول ان في وقت من الاوقات احنا هنقدر ان احنا نستغني عنهم كلهم منفعش منقدرش منقدرش نتطور لو احنا سبناهم منقدرش ان احنا نوصل لمرحلة معاناة ان احنا نستقل عنهم من غير ما نبني على اللي هما وصلوا له لحد دلوقتي فاللي انا بقوله ان مجرد بس تحديد هدف من جديد ممكن يكون بعضنا بيفكر انا عايز اشتغل في الشركة الفنانية وهي هدف حياتي والشركة دي هي كل حاجة ومن غيرها هتديني الفلوس هتديني المكانة وهتديني التايتل وكل الكلام ده بس لما انا عدت تفكير في الموضوع ويمكن الموضوع تغير بالنسبة لي بشكل كبير بسبب الاحداث اللي فاتت وقلت انا عايز اوصل لمرحلة حتى لو انا همشي في الطريق اللي هو طبيعي اشتغل في شركة اترقى اوصل في الشركة اللي بعدها اوصل للشركة اللي بعدها يمكن حتى جوجل او امازون مش بقول ان انا مش هشتغل في الشركات دي ولكن فكرة ان انا اكون عارف انا عايز اكون مستقل الشيء المفضل ان انا اكون باخدم بشكل دايريكت المجتمع اللي انا منه مجتمع العربي مجتمع المسلم الهم الاسلامية اكون باخدم بشكل دايريكت سواء عن طريق ان انا اللي اتعلمته اشتغل في شركة بتدي الطريقة أو الناتجابة بتها بتروح بشكل دايريكت المجتمع المسلم ال expansive المجتمع العربي او اكون انا عمليه لشركيتي الخاصة اللي هي هتقدر انها تعم Winter Mudder وتعمل 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 واسعة في الاتجاه هذا في تحديات هنا في تحديات هنا في تحديات هنا في تحديات هنا كله اهLET فيها تحديات انا بقول ان مستحل ان اللي هي الطريق وردي و سيب يا ابني الشركات دي وروح اشتغل لا خالص انا عايزك بصراحة مش عايزك تعمل اي حاجة انا بس بفتفت معاك وان الوضوع يعني فضل شوية وانفجر بصراحة من كل اللي بيحصل له ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي اعرف اتكلم فيها من وجهة نظر الشخصية في حاجة كتير قوي بتفرج عليها وبشوفها مش عارف اتكلم عليها ولا اقولها فحبيت افتفض معاك وعرفكو على الموضوع ده موضوعش المشروع ده بالمرة وبس يعني ان شاء الله هتكلم على حاجات مختلفة وعلى عادتنا لو في حاجة متعلقة بزكاية الاصناعي او حاجة شبه كده هتكلم عليها اكتر باستفادة ولو في حاجة معاين عايزين تعرفوها عن المشروع ده اصببكم مصادر في الوصف الفيديو